السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما الذي تظهر بعد قراءة صورة البقرة يعني الإنسان لما يبدأ قراءة صورة البقرة ما هي الأعراض التي تظهر على جسم الإنسان ما هي هذه الأعراض ولماذا تظهر هذه الأعراض وما هو السبب ظهر هذه الأعراض لما بدأت قراءة صورة البقرة البقرة تتصدى لعديد من الأبواب باب العين والعين يأتيها عبر الحسد يعني هذا خصوص تفترق حالة من حالة إلى حالة ربما أحد تظهر عليه أعراض الحسد وحالة تظهر عليه أعراض السحر وحالة تظهر عليه أعراض السحر الأسود أو السحر تفرقت أنواعه وحالة تظهر عليه السحر المأكول وحالة تظهر عليه السحر مثلا المتخطي أو المشروب يعني كل حالة تفترق على حالة بالضواهر الذي ستظهر لما تبدأ بقراءة صورة البقرة علامة الحسد ظهور علامة الحسد لما تبدأ قراءة صورة البقرة ما هم العلامات؟ يعني تتعرف بأن الحسد ما هم العلامات؟ الحسد العرق يعني الإنسان لما يبدأ عرق يعني في جسده عرق يهبط معه عرق وترتفع درجة حرارته ويبدأ يتفوه كثيرا يتفوه أو تخرج رائحة من البطن أو شعور بالنوم النوم عميق ينام نوم عميق يشعر بالنوم التقرحات في البدن أو الصديد من البدن يعني كأنه جرح منه الصديد وهذا يعني انفجار الحسد إلى خارج الجسد والله أعلم ظهور كدمات في مناطق الجسد هذا يقولون أنه العين انفجار العين يعني لما تبدأ قراءة صورة البقرة أو أي ورد مخصص إلى العين والحسد فيبدأ ظهور لكمات أو كدمات زرقاء يعني لكمات زرقاء تبدأ ظهورها في الجسد يقولون أن العين انفجرت إسهال كذلك الإسهال يعني لما تبدأ تقرأ صورة البقرة تبدأ بالإسهال هذه حالة أخرى من الحسد بعد نسترى العقارب والأفاعي في المنام لما تبدأ بقراءة صورة البقرة هذا من الحسد ويظهر أنه بدأ مفعول صورة البقرة وما تظهر على المحسود وتظهر على المسحور وتظهر على الواكل السحر والمتخطئ السحر والممسوس تظهر على عديد من الحالات ولكن تتفرق حالة من حالة إذا ظهر مثلا شيئا في الجسد مثلا جسدك أصبح كأنه محروق كأنه محروق بالماء فهذا يعني أن السحر بدأ أن ينفجر خارج الجسد بدأ أن يتطر هذا سقي فعليك الاستمرار أي علامات تظهر على الجسد فبدأ المفعول صورة البقرة يظهر فعليك بالاستمرار لا تقف ولو أن يأتيك الشيطان ويوسوس لك ويقول لك أن الشجار سيستمر وأن العكسة تستمر وأن لا تقف من صورة البقرة وعلامات شفاء بصورة البقرة ما هي العلامات التي ستظهر عليك تظهر لك أنك تحس بأنك شفيت بتورة البقرة خلص من الأحلام والكوابس لا ترى أي أحلام مزيجة ولا كوابس هذا يعني علامة شفاء تحس براحة نفسية أكبر علامة تظهر أنك شفيت بصورة البقرة هو لما تستعد نشاطك نشاطك تصلي الفجر والصبح وتصلي وتذكر الله وتقرأ القرآن ولا تحس بي تعب ولا تصلي وأنت جالس تصلي في الوقت ومتحمس إلى العبادة وتقرأ القرآن وتذكر الله هذا يعني بأنك بدأت في شفاء أو شفيت قبول هذا من أكبر العلامات الشفاء بصورة البقرة يصبح عندك قبول يعني الناس تصبح تنظر إليك تصبح الناس تحبك وتريدك وتتصل بك وتصبح عند الناس محبوبا هذا من أكبر العلامات لأن الشياطين هم الذين يجعلون الناس يكرهوك الشياطين الذين يحسدونك الجن العاشق والشيطان يحسدونك فهذا إذا الناس بدأت تحبك والناس بدأت تنظر إليك والناس بدأت تجيد العمل وبدأ يتصل منك الناس كي تعمل في مكان ما وبدأت النقود تدخل فهذا من أكبر علامات أن صورة البقرة بدأت مفعولها تظهر عليهم هذه المشاكل النسعورين تظهر عليهم هذه المشاكل ما هي إحساسك بالراحة تحس كأنك مخنوق قرأ صورة البقرة تحس بإرهاق وتعب هذا يعني السحر الذي عندك وصورة البقرة بدأت تأثر علي لهذا ليجب الاستمرار يجب الاستمرار يوميا 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 حتى تغلب على ذلك السحر الذي هو عليك تظهر عليك هذه العالمات أنت تبدأ قراءة صورة البقرة وبطنك يبدأ يؤلمك تريد أن تتقيأ أو بطنك يبدأ يؤلمك هذا يعني السحر ما أقول وهناك جنين أو شيطان خادم هذا السحر تقرأ صورة البقرة وتشرب ماءها وتقرأها مرة كما قلت كي تفعل الاستفراغ ويحس ببرودة في أطراف الجسد ألم في الرجل اليسرى أو الشعور تنمو في الرجل اليسرى هذا يكون عبر الحسد أو سحر متخطئ الدموع لما يبدأ يقرأ صورة البقرة أو يسمحها يبدأ يبكي فهذا يعني الحسد المهم الأعراض تعددت يعني عارق في الجسد تعب هناك من ترتفع عليه درجة حارة هناك من يحس ببرودة هناك من يحس ألم في البطن هناك من يحس ألم في الظهر وهناك من عنده وجع أو حريق في الرأس وهناك من عنده النسيان وهناك من عنده تنمو في الرجل اليسرى أو تحركات في اليد بشعارات مختلفة هذا كلهم من السحر والحسد والعين والسحر المأكل كل واحد تفرق على الآخر المهم أن صورة البقرة شاملة لكل شيء شاملة هذه الأشياء كلها لهذا يتأثر بها أي مسلم وأي مؤمن يقرأ صورة البقرة هو يتأثر لأنها شاملة لكل شفاء لكل شيء بإذن الله فما عليك إلا الاستمرارية استمرارية في قراءة صورة البقرة مرتين كما قلت مرتين الإنسان يستمر علىها يوميا 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 ولو أنك تشفى فعليك أن تستمر عليها يوميا صورة البقرة مرتين مرة في الصباح ومرة وراء العشاء يوميا يوميا حتى يأتي الشفاء من عند الله سبحانه حتى يساعدكم هذا كل شيء وتمنىكم الخير وإلى اللقاء